الصاروخ الصيني التائه قد يسقط فوق السعودية، قطر أو السودان وفق آخر معطيات مركز الفلك الدولي المعلومات تنتشر بسرعة وتثير جدلاً واسعاً بين مستخدمي الشبكات التواصل الاجتماعي العرب شارك مركز الفلك الدولي تحديثات جديدة حول المكان المحتمل لسقوط الصاروخ الصيني الذي فقدت السيطرة عليه مؤخراً بحسب آخر التحديثات، الصاروخ قد يسقط فوق قطر أو السعودية أو السودان مع العلم أن هذا الاحتمال قد يتغير عند ظهور أي تحديثات حول مسار الصاروخ الصاروخ التائه هو من طراز Long March 5B تم إطلاقه منذ أيام قليلة ويزن 23 أطن ويعتبر من أقوى أنواع الصواريخ الصينية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية قالت أن معظم أجزاء الصاروخ ستحترك وتدمر عند دخول الغلاف الجوي مع احتمال ضئيل جداً أن تتسبب بأضرار في الطيران أو على الأرض هذه المعطيات أثرت جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي مستخدمون كثر تمنوا أن يسقط في الصحراء السعودية كي لا يتسبب بالأذى لأحد آخرون تخوفوا من أن سقوطه في قطر قد يكون مخيفاً نظراً لصغر مساحة الدولة البعض تساءل عن السبب الذي يقف وراء هذه الحوادث المتكررة التي تحصل مع الصين يشار إلى أن الصين قد فقدت السيطرة على صاروخ من الطراز نفسه في صيف عام 2021 وقد أثار الكثير من المخاوف لكنه سقط في المحيط الهندي شمال جزر المالديف من دون التسبب بأضرار اشتركوا في القناة